1.7 مليون فلسطينة بغزة محاصرين بمساحة ما بتتجاوز 1 على 10 من مساحة غزة كيف صار هيك؟ بتشرين التاني 2023 حاصر الجيش الاسرائيلي مدينة غزة ومخيم جباليا بشكل كامل هجم مستشفيات ناصر والرانتيسي والشفاء والاندونيسي وطلع اوامر اخلاق عجنوب دعا الاحتلال وقتا ان جنوب غزة منطقة انسانية امنة كانت المنطقة الامنة بتشكل 63% من مساحة الكطاع بكانون الاول 2023 بعد الهدنة نقل الاحتلال عملياته على جنوب وبلش باشتياح خان يونس تقلست المنطقة الامنة ل38.3% من مساحة الكطاع بايار 2024 حصر الاحتلال رفح وسيطر على محور فلادلفيا وارتكب مجزرة الخيام نزلت مساحة المنطقة الامنة لـ 20% بحزيران قتل الاحتلال اكتر من 200 فلسطينة بمخيم انصيرات ليستعيد 4 اسرة كسف القصف على رفحه خان يونس بوتيرة حولت المنطقة الامنة لـ 16.4% من مساحة غزة بتموز اكتحم الاحتلال للمستشفى الاوروبي بخان يونس وفات على المناطق الشرقية بالدب بيت وارتكب مجزرة مواصي خان يونس المنطقة الامنة اللي كانت 230 كم مربع اول حرب صارت 48 كم مربع يعني 13.15% بس من مساحة غزة مع بداية شهر اب بلش الاحتلال يستهدف مدارس الناس حين بشكل ممنهج بالشمال وبمدينة غزة طر الاهالي مرة تانية للنزوح على الجنوب والمنطقة الامنة صارت 40 كم مربع يعني 10.9% من مساحة غزة بعد 10 شهر من الحرب حول الاحتلال الاسرائيلي كل قطاع غزة تقريبا لسحة حرب اليوم ما بتتجاوز المنطقة الامنة 9.5% من مساحة غزة بهاي 9% معظم سكان غزة محاصرين كلهم تقريبا انصابوا بامراض معدية بسبب ظروف النزوح وكلهم معرضين لخطر المجاعة